إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدث حسيم حسن المدير الفن الجديد لنادي برامدز عن السبب الرئيسي وراء استقالته من قيادة المصر البرسعيدي خلال الساعات الماضية وقال مهاجم مصر التاريخي حسيم حسن في تصريحات تلفزيونية كان من الصعب جدا أن أتقدم بالاستقالة من المصري لكني عنيت كثيرا في الفترة السابقة رفضت الاستمرار في المصري بسبب أزمة الملعب كل الفرق تخوض مبارياتها على ملعبها إلا نحن على الرغم من وجود قرار بحقيتنا في خوض لقاءاتنا في ملعب برسعيد وفجئت بتأجيل مباراة الجزيرة مطروح في الكأس أثناء استعدادي لها ولا أعلم موعدها حتى الآن أين العدل في ذلك أحد الأندية خارج مصر عرض علي تدريبه قبل نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكني فضلت عليه برامجز بسبب الطموحات وليس المقابل المادي ولم أدرب برامجز بسبب المقابل المادي ولكن لأنه فريق لديه طموحات ومرشح للمنافسة بالإضافة إلى الصلاحيات المتوفرة فيه واختتم حسام حديثه يوجد تعاون مع المسؤولين في برامجز ولم نختلف في أي شيء وأعلن نادي برامجز بشكل رسمي التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية خلفا للمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي وهدي خشبة ورحب تركي آل الشيخ مالك نادي برامجز رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالتوأم حسام وإبراهيم بعد إعلان انضمامهما للفريق وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك ورحب بالكبتن حسام حسن والكبتن إبراهيم حسن في النادي مع خالص أمنياتي لهما بالتوفيق والنجاح وللكرة المصرية بمزيد من الإزدهار شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته